دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الحادي عشر بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي تمارين اقرأ واكتب من في هذا البيت فيه حامد ماذا في الحقيبة فيها كتابي وقلمي ودفتري من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي من في مسجد الجامعة الآن ما فيه أحد من في هذه الغرفة فيها المدير اقرأ أحب أبي وأمي أحب أخي وأختي أحب زميلي أحب أستاذي أحب الله أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة